استضف قطاع المنظمات الإفريقية بوزارة الخارجية المتدربين الشباب المشاركين في برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية حيث بلغ عدد المشاركين 150 متدربا من 79 دولة مختلفة من إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية تضمن يوم التدريب بوزارة الخارجية عددا من المحاضرات التي استعرضت جهود مصر في التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وفي إطار عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ومنظمة الساحل والصحراء وترأسها الحالي للكميسة وكذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية والمشروعات التنموية التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية كما تم تعريف الشباب المشاركين بالجهد الذي تقوم به مصر في مجال تغير المناخ من خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 سوريا ترجمة نانسي قن такое